تتواصل اليوم جلسة استئناف محاكمة جنرال تفيق سعيد بوتفليق، لويز حنون وبشير طرطاك في قضية تآمر من أجل المساس بسلطة الجيش وتآمر ضد سلطة الدولة وتشهد جلسة اليوم مرافعة نيابة ودفاع تمهيدا لإصدار الحكم النهائية تقنر الهدى شرفي تتواصل جلسة استئناف محاكمة كل من سعيد بوتفليق، جنرال تفيق لويز حنون بالإضافة لكل من نزار خالد ونجله نزار لطفي وبن حمدين فريد المحاكمين غيابيان في قضية تآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وتشهد جلسة اليوم مرافعة نيابة ودفاع تمهيدا لإصدار الحكم النهائية أنا أقول لك المرافعات، مرافعة النيابة العامة ستنطلق غدا صباحا وكذلك مرافعة الدفاع هدواء أكدت أمس هيئة دفاع المتهمين أن جلسة الأمس لم تشهد أي تمستجدات باستثناء تلك التي يعرفها الرأي العام إن شاء الله غدوة في المساء إن شاء الله، إن شاء الله، خلاص يكفي، أرجوكم 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 السادة ما عندناش حادثة جديدة، الملف تعرفوه يعرفوا الرأي العام لا توجد، ما كانش حتى شي جديد، لا توجد حادثة جديدة وواقعة جديدة، الملف يعرفوا الرأي العام وكانت المحكمة العسكرية بالبوليدة قد أصدرت في تاريخ الخامس والعشرين سبتمبر الماضية حكما حضوريا بإدانة والحكم على المتهمين بعقوبة خمسة عشر سجنا في انتدار إصدار الحكم النهائي فيما طالبت نيبة المحكمة العسكرية بعشرين سنة سجن أو إبقاء الأحكام السابقة ضد كل من سعيدة بوتفليقة، جنيرال تفيق، ولواء ترطاق، ولوزا حنون ترجمة نانسي قنقر